الآن ننتقل إلى الصفحة الثانية وهي الآية القرآنية طبعاً هذه الآية القرآنية تكون بعد صفحة العنوان مو لقد تمثل ما أقول لكم يعني مو أغلب الجامعات يخلونا مرات تكون ما يكون هذه ويعني هسا بجديد بدت الأساتذة يكتبون ترجمة إلها يعني يكتبون يعني باللغة العربية وباللغة الإنجليزية بسم الله الرحمن الرحيم تخلي الآية بين قوسين وتكتب هنا الآية مالتك والرقم الآية ويعني يفضل يفضل أن الآية القرآنية ببحثة تخرجة تكون قريبة على العنوان يعني لو كان العنوان مثلاً على سبيل المثال يعني خلي نقول خلي نقول مثلاً موضوعك بالبحثة تخرج هو موضوع نداء موضوع النداء موجود بالقرامر وموجود باللغة بالمرحلة الثالثة ورابعة فحاول تختار آية قرآنية بها نداء أو مثلاً موضوعك عن العدد تختار آية قرآنية بها عدد يعني في شي تنسيق مرتب ويكون حلو كلش آية يعني مرتبة زين أو آية عن العلم يعني إنما يخش الله من عباده هذا هم ترهم يعني تخلي لك فد آية قرآنية عن العلم بشكل عام أو يعني فد شي قريب على المحتوى اللي أنت راح تقدمه زين يعني حتى يعني أنت من جانب من جانب أنه أنت ما تجيب لك شي خارج يعني آية قرآنية ما لها أي ربط بالموضوع فهذا الشي يعني يخلي عندك نسق مرتب لبحث التخارج بحث التخارج تكون الآية القرآنية اللي بيه أما آية قرآنية الدل يا أما تكون آية قرآنية تتحدث عن يعني النفس الموضوع اللي أنت بيه أو تكون بشكل عام عن العلم إنما يخش الله من عباده العلماء إن الله عزيزاً وغفظاً هذه فد شي قريب عن العلم بتقدر أنت تشوف لك آية قرآنية وتقدر تكتب آيات قرآنية آيات قرآنية لبحث التخرج أحيطلع لك مجموعة كبيرة وكل شي مرتبة على تطبيق القوغل أو على موقع القوغل هذه الصفحة الثانية شغلة مهمة جداً بالصفحة الثانية من تريد ترقبها ما تخلي رقم واحد تخلي هذا الأحرف الرومانية اللي هي تكون هذا على شكل آي شلون الآي بحث تكتب آي فقط وأيضاً مثل ما ذكرت لك خليها بفولدر وأخليها بملف وحدها لآي القرآنية خليها بملف وحدها حتى ما تجي تصر عليك حاسي ترجمة نانسي قنقر